موسيقى وزير الجبهة الداخلية في اسرائيل متان فلنائي سيعرض امام الكنيسة والوزراء الاسبوع المقبل خطة جديدة اطلق عليها اسم فندق الضيوف هذه الخطة من شأنها ان تحاكي هجوما صاروخيا واسع النطاق على اسرائيل تقضي الخطة باخلاء مدن كاملة في مركز البلاد ونقل المواطنين الى اماكن ومدن في جنوب اسرائيل كمدينة ايلات في حال سقوط كميات كبيرة من الصواريخ الوزير اشار الى ان هذه الخطة جاءت في ظل التطورات والتدادات الاخيرة في المنطقة كما وان هذا البرنامج يصلح ايضا في حال وقوع كوارث طبيعية تقدر تكلفة الخطة بما يقارب اثنان مليون شاكل شرعت اسرائيل اليوم بحملة اعتقالات واسعة استهدفت المهاجرين من اصول سودانية تمهيدا لابعادهم وذلك بعد قرار محكمة العدل العليا السماح بابعاد المتسللين وتأتي الحملة الاسرائيلية خلافا لفترة الانذار التي منحتها سلطة الهجرة للمهاجرين السودانيين حيث امهلتهم مسبوع للاختيار بين المغادرة الطوعية والاعتقال والابعاد وقال مصدر في سلطة الهجرة الاسرائيلية بان المعتقلين سيودعون السجن حيثات حين لحظة ابعادهم فيما كرر وزير الداخلية الاسرائيلي تهديداته متوعدا باعتقال كل مهاجر ومتسلل تنضم اسرائيل الى الدول التي صور فيها البرنامج التلفزيوني الدولي الجولة الملكية The Royal Tour الذي يرافق رؤساء دول يعرضون المواقع السياحية الرئيسية في بلادهم ويعرض نتنياهو في البرنامج وجه الاسرائيل من زاوية اخرى الى الملايين من المشاهدين يقدم البرنامج العلامي الامريكي الشهير بيتر جرينبر الذي قال لنتنياهو بان هذه فرصة لاذهار اسرائيل بواسطتكم وسيادتكم ستكونون مرشدي سياحة واكثر من ثلاثة مليون مشاهد سيرون ذلك هذا البرنامج صورة ايضا في الاردن وفي المكسيك مجلة فوربس نشرت في الايام الاخيرة مقالا عن اغنى عشرة حخامات في اسرائيل والحخام بنحس ابو حتسيرا نجل الكاهن الكبير بابا سالي يتصدر المكان الاول من بين الحخامات في اسرائيل حيث يملك ما يقارب واحد بليون دولار وفي المكان الثاني الحخام ديفيد حاي ابو حتسيرا يملك ما يقارب سبعة مائة مليون دولار وفي المكان الثالث الحخام يعقوب التار الذي يملك ما يقارب ثلاثمائة مليون دولار هذه القائمة الصادرة من مجلة فوربس أثارت حفظة الكثيرين من المتدينين الذين ادعوا بأن الحخامات لا يركضون وراء المال بل هدفهم هو الدين والعبادة الكوميديا الرومانسية لوودي ألين مع الحب إلى روما تو روم ويث لاف ستكون الفاتحة لمهرجان الأفلام السينمائية التاسع والعشرون في مدينة القدس هذا الفيلم يحكي قصة مخرج متقاعد يزور روما يحاول العمل مع رجل يغني الأوبرا بجودة عالية فقط داخل الحمام كما يحتضن المهرجان هذه المرة عشرات الأفلام العالمية من شتى البلدان كما سيعرض أيضا أفلام إسرائيلية جديدة السينما الإسرائيلية تمر في الفترة الأخيرة موجة من التحديثات والتألق الأمر الذي برز في الأفلام الإسرائيلية الأخيرة التي نالت على شهرة عالمية واسعة